السلام عليكم اهلا بكم فيديو النهاردة فيديو بسيط جميل حلو قوي هيعجبكم جدا وهقولكم فيه على سر شوبس سر شوبس بانواع كلها فاحنا عارفين بقى فيه شوبس برطقان شوبس لامون زي ما انت بتحبهم بالنكهات اللي انت عايزينها وهقولكم على طريقتين بساط جدا جدا وبالمختصر المفيد يعني عشان نعمل ايه الشوبس في البيت فانا عشان اعمل كوباية من شوبس برطقان اه مسلا او لامون فانا بجيب انا النهاردة مسلا هجيب اليوس فيه او البرطقان بقسمها وشيل البزر منها واعصرها بالشكل ده يعني انا عشان اعمل بعصرها يعني بالشكل ده كده انزل العصير بس من غير اي بقايا للبزر او استحسن ان انا كمان احون حتى مصفة سلكي كده عشان ما ينزلش البزور عشان ايه المشروب بتاعي الشوبس بتاعي يطلع رايق مفوش اي حاجة زي ما بنشتري بالزبط فبعد كده بجيب تلات معالق من السكر كبيرة زي دي وحطها فطبعا مش هحط في الكوباية انا بس بايه بوريكم كده ايه بنجيبه رطقانتين او تلاتة او تلاتة حبيات يوسفي ونعصرها بالطريقة اللي انا وردتكو عليها كده بس وننزل العصير كده بس ما جيب ناخدش اه اللي هي الفصوص خارص ونحط التلات معالق السكر الكبيرة ونرفعهم على النار بالمنظر ده يعني انا بعمل لكم الخطوة دي كده بس هيت يعني بالمنظر ده كده انا باخدها المنظر ده باخدها على النار بعد ما عصرت التلات التلات بورتقانات او الاستفنديتين او يعني المهمة حبيتين تلاتة على قد انا الكبات اللي انا عايزها فانا مسلا هعمل كبايتين او حاجة فباخد اه التلات حبيات يوسفي وعصرتهم كده وحطيت عليهم السكر وكمان خدت شايفين الجزء ده جزء من الشريحة اول اللي انا عملها ده شوبس من بتاع اليوسفي فخدت شريحة واحدة مجيش اتنين سانتي اه صغيرة خالص حطتها في السكر مع العصير بتاع البرتقان او اليوسفي اه غاليتهم بس اه دقيقتين تلاتة كده على النار وبعد كده بيكون فيه ده اول ايه حاجة هنستخدمها يعني ده اول حاجة هتلزمنا في الشوبس بتاعنا النهاردة اه ان انا هعمله يوسفي او برتقان اعمل الحركة دي اللي هو اجيب زي ما قلت لكم مش هنزعيه التاني عشان بتزاوش مني وبعد كده فيه عند حاجتين اختيارين اما ان انا اخد المية الفورة دي مية فورة مصرية على فكرة اه لان فيه نوع مستورد فيه نوع مصري فانا جايبة اللي هو المصري اه ففيه نوع ده بيور يعني مفهوش اه نكهات ده اما اخد النوع اللي مفهوش نكهات واعمل بيه الشوبس بتاعي اه باي نوع بقى باي نوع انا عايزاها برطقان يصفي لمون اخد النوع البيور او اجيب النوع اللي هو فيه نكهة يعني فيه هو بنفس السعر يا اما اخد المية الفورة اللي فيها نكهة نجلمون مسلا او فيها نكهة برطقان او النكهة اللي انا عايزاها باشتريها باشتري المية الفورة بتاعتها وبرضو ده نوع مصري فبعد كده انا بعمل ايه كل ما هناك ان انا بجيب الكاس بتاعي هوت وهضيف الكمية اللي اللي انا عصرتها اللي انا عطيتهم برطقانتين او تلاتة اه يعني باخد العصير فقط وبحطه بالشكل ده في الكوباية بتاعتي او الكاس بتاعي هي طريقة بسيطة خاصة مفيش فيها اي حاجة يعني بيش فيها اي حاجة وبعد كده بضيف عليها اه دي ازازة المية انا بفتحها بحط بقى هنا عندي المية المية الفورة اللي انا جبتها دي المية اللي انا استعملتها دي ايه مية بيور هشوفوا ايه هي بتفورة هيت رغم ان الازازة دي كانت طبعا بقلب لان ده خليط السكر مع البرتقان يعني ممكن يكون واضح الفورة خليط السكر مع البرتقان او اللمون يعني كان كان سخن وبعدين بردته فانا بقلب بس عشان هو تقيل يعني مركز فبيضوب وبعد كده بنسيب بقى مساحة اذا كنت انا هحط فيه هنا تلج بسيب مساحة بما اننا بقى في البرد فانا مش هحيه مش هحط تلج او عايزة تحط تلج بها ده بمزاجي يبقى ده هو ايه اللي اعملنا دلوقتي والفوران بتاعه باين هوت ده اللي ايه الشوبس البرتقان او اليوسفي هي ده الطريقة بتاعته والطعم يعني ما شاء الله جميل جدا جدا لان احنا عاملينه بحاجة طبيعية خالص اللي هي النكهات كلها طبيعية اللي انا حطيت هنا المية البيور المية هنا حطها البيور مية فوارة بيور وحطيت عليها السكر وحطيت عليها السكر ده طبعا ما انت عايزة لو بتحب الحاجة مسكرة تتزودي لكن هنا مفيش بقى اي اضافات محطناش اي اضافة مثلا من المية العادية او كده انت لو عايزة تزودي بقى الكمية يعني مثلا بدل ما استعمل الازازة دي على تلاتة بتزودي بقى مع العصير البرتقان بتزودي كميته وتزودي السكر او تزودي كميته كمان عليه اضافة شوية مية عشان لما توزعي فيك كاسات يبقى انت هتحطي اضافة بس النص مية فوارة والنص من المحلول اللي انت حطتيه اللي هو سكر مع الفكرة فده اول ايه كاس عملناه من شوبس البرتقان فيه بالمية الفوارة اللي ملهاش اه ملهاش اي نكهة يعني مية فوارة سادة نيجي برضو نشوف نفس الطريقة هنعمل بقى ايه الشوبس لامون انا هنا جايب هنا مية اه مية بناكهة اللامون مية فوارة بنكهة اللامون هعمل بها ازاي الشوبس اللامون بجيب هنا بيفرق شوية عن البرتقان لان اللامون بنحط منه نسبة قليلة فانا جبت هنا ربع كوباية وانا عاملت كميات هنا قليلة على اساس ان انا مش عامل الا كاس او كاسين بس ايه على اساس ان انا فاوريكم حليكم تشوفوا يعني الطريقة البسيطة دي جبت شوية ربع كوباية او تلت كوباية من المية العادية وحطيت فيها عصير نص لامونة كبيرة زي دي او لامونة وعليها ثلاث معالق من السكر وغالتهم دقيقتين كده على النار وبعد كده باخد بقى ايه المية دي هنا ما حطيناش مية في الايه البرتقان او الشوبس او كده بنحط بس البرتقان مع السكر ايه وبيتنين نزود بالمية الفورة لكن هنا بقى عملت هنا مية وحطيت لمون وسكر واحط كده ايه السكر عندي هنا وبعد كده بجيب ايه المية الفورة بتاعتي سواء بقى استعملت مية عادية سواء انا استعملت مية عادية او مية بنكهة اللمون هيديني هي النتيجة واحدة لان انا هنا اضفت اللمون هنا مع السكر عشان يعزز النكهة ويخليلي الطعم المختلف طبعا عن اللي احنا بنشتريه فديت الفكرة ان احنا نعمل الحاجات دي كلها في البيت هيد والفاوران بتاعها بيتلاقيه موجود والطعم جميل جدا جدا فده هو بقى السر شوبس النهاردة شوبس للمون شوبس برطقان اي نكهة من النكهات ممكن بتعمليها في البيت فانا النهاردة ده شوبس اللمون هوت واضح من لونه وهنا شوبس البرطقان وواضح من لونه وكل اللي استعملناه هم حاجتين بس نقف الازازة اللي هم احنا نجيب الصينية كده شوية عشان يبين اهوت كل اللي استعملناه اللي هو البرطقان او او اليوسفي ومع اه لمونة والسكر بعد كده كملنا بالمية الفوارة عشان يبقى عندنا اه اتنين كاسات من اللي هي الشوبس البرطقان وشوبس اللمون اتمنى تكون الفكرة وصلت وسهلة وبسيطة وزي ما قلتلكم لو عاوزين تزودوا الكمية يعني متبقاش كل الم هنا المية كلها مية فوارة ممكن بقى بنخلي ايه النص مية والنص مية والباقي بنحط سكر ومية عادية يعني ما بنجي نعمل عصير هنا البرطقان او عصير اللمون نزود المية شوية من المية عادية وبعد كده نكمل الكوباية بتلك والمية الفوارة يعني بدل الكوباية نعمل كوبايتين وبدل الكوباية هنا نعمل كوبايتين واكتر والطعم ما شاء الله جميل جدا هو يجيبكو جدا جدا واحلى من الشوبس اللي انتو بتشتروه وهيكون ارخص كمان فدية انا جبتها كده يعني فكرة تعملوها في البيت وتعملوها حاجة صحية لكل اولادكم عشان الحاجات اللي هي بناخدها من يعني التانية طبعا انتو عارفين ان هي ايه ايه لها قدرها الصحية لكن دية ايه فوائد كبيرة جدا وخصوصا حتى لو عملناها احنا في فاصل الشتاء والناس اللي متعودة على انها تشرب المشروبات دي جنب الاكل متقدرش تصانعنا فالبديل سهل جدا مغز جدا وصحي فهنا كمان اهوات يعني واضح اللون اهوات طبيعي شوبس البرتقان او شوبس اليوصفي وهنا ايه شوبس اللامون والريحة مركزة والطعم الامين جدا حتى لو حطيت التالج برضو ايه الانفوران هيبقى موجود اتمنى الفكرة اعجبكم واتمنى يكون الفيديو هنا اللي اعجبكم وتنفذوه وتجربوه اه ولو اعجبكم اه ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك في القناة اه تحياتي عز سيدا اه تحياتي عز سيدا اه تحياتي عز سيدا اه تحياتي عز سيدا